وبأسمائه وصفاته خلقنا الله وأحسن صورنا ورزقنا من الخيرات والنعم لنوحده سبحانه وتعالى ونشكره على آلائه العظيمة ونعمه الجسيمة وغاية وجودنا في هذه الحياة أن نكون مخلصين لله في العبادة فمن وحده سبحانه وتعالى رزقه الفلاحين فلاحي الدنيا والآخرة وأمني الدنيا والآخرة ولقي الله وهو راضٍ عنه غير غضبان والتوحيد هو حق الله على العبيد وهو الأساس المتين الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل طيَّم الله ثراه وسار عليه أبناؤه البررة بعده إلى عهدنا هذا بقيادة خادم الحرمين الشريفين أدام الله بقاءه وحفظ به الإسلام والمسلمين شجرة ثابتة أصلها طيِّب وفرعها في السماء أساسها التوحيد وثمارها النفع لعباد الله إنها لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله حبًّا وقربًا وعملًا وفداءً لأجل تلك الراية التي تحيى بها الأمم وتعيش في أمنٍ وأمان ورِضًا من الرحمن لقد اتخذت المملكة العربية السعودية حرسها الله من التوحيد منهج حياةٍ بتطبيق شرع الله فتحيى به الأمم وتسعد وشعارًا في كل ما تُقدِّمه للبشرية بالعلم والعمل وكذا الأمر في جمهورية باكستان الإسلامية فقد جعلت لها من اسمها نصيب فقد تأسَّست ولله الحمد على التوحيد ورفع راية التوحيد وحفظ راية التوحيد وهذا واضِحٌ جلي على وجوهي وفي قلوبي وفي أعمال أهل باكستان أسأل الله أن يجعلها في حرزه وأمانه أيها المسلمون إن الناظر لباكستان والمتمعن في أحواله يجد التوحيد ورسالته أساسًا يراه القاصي والداني إنه لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله أرضٌ مباركة كرَّم الله أهلها حكومةً وشعبا بحب ربها والعمل على نُصرة دينه وتوحيده ليس هذا فحسب فدُستورُه الرسمي ينُصُّ على حُرمة الشعائر الإسلامية دون هوادة بل إنها تخدمُها وتصونُها وتحفظُها وتعملُ على ذلك وتتبُّع الشريعة السمحاء والسُنَّة الغرَّاء وجعل من منهج رسالته طُمأنينةً في قلوب العالمين أهل باكستان أهل باكستان يا أهل الخير يا أهل الأمن والإيمان يا أهل حُب الرحمن يا أهل اتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم لقد أكرمكم الله بنشر كلام الله وحفظه من خلال مدارس القرآن الكريم وتكريم حفظة القرآن ومنحهم لقب الحافِظ والقارِق قال تعالى والبلد الطيِّب يخرجُ نباتُه بإذن ربِّه والذي خبُثَ لا يخرجُ إلا نكِدا كذلك نُصرِّف الآيات لقومي يشكرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم امام قابع شیخ عبداللہ عواد فیصل مسجد میں جمعہ کا خدبہ کر رہے ہیں امام قابع شیخ عبداللہ عواد فیصل مسجد میں جمعہ کے خدبے میں خطاب کر رہے ہیں جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت بھی ہے لوگ مہاں پہ موجود ہیں آپ کو لائف مناظر ہم اپنے سکرین پر دکھا رہے ہیں امام قابع شیخ عبداللہ عواد فیصل مسجد میں جمعہ سے خطاب کر رہے تھے لوگوں کی بڑی تعداد مہا پہ شرکت کی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں امام قابع شیخ عبداللہ عواد فیصل مسجد میں جمعہ سے خطاب کر رہے تھے جہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت بھی کی ہے فاضِ على الوسطية والاعتدال من خلال مشاركتنا في التحالف الإسلامی لمكافحة الإرهاب والتطرف إن ذلك التحالف هو اتفاق ثماره التفاهم التام بين القیادتين في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية باكستان ونعي تماماً ما أكدته القیادة الباكستانية وشعبها الأبي استعدادهم التام للذود عن بلاد الحرمين الشريفين والحمد لله نرى تقدمًا في التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان عسكريًا واقتصاديًا وفي كل المجالات التي تهمُّ البلدين وليس أعبر من ذلك عن زيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفِظه الله إنه التواصل المثمر بين البلدين ولا شك عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلِّموا تسليماً وقال صلَّى الله عليه وسلَّم من صلَّى عليَّ صلاةً واحدة صلَّى الله عليه بها عشراً اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيث على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركث على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الشرك والمُشركين ودمِّر أعداءك أعداء الدين وانصُر الإسلام وأهله في كل مكانٍ يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحُسنى وصفاتك العُلاء أن تحفَظ جمهورية باكستان الإسلامية من كل سوءٍ ومكروهٍ وشرٍ يا رب العالمين اللهم احفَظ عليها أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها ورغد عيشها يا رب العالمين اللهم آمنَّ في أوطاننا وأصلِح أئمَّتنا هولاة أمورنا وأيِّد بالحقِّ إمامنا ووليَّ أمرنا اللهم وفِّقه لهُداك واجعل عمله في رضاك وأسبِغ عليه لباس صحة والعافية يا رب العالمين اللهم وفِّقه ونائبه لما فيه خير وصلاح الإسلام والمسلمين في كل مكانٍ يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِضُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى آلَائِهِ وَنِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُوا اللَّهِ أَكْبَرُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ امامِ کعبہ ڈاکٹر شیخ عبداللہ آواد فیصل مسجد میں جمعہ کا خطاب کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا اسلام امن و امان سے رہنے کا درس دیتا ہے اسلام اخوت اور بھائی چارے کا نام ہے خطاب کے بعد وہاں پہ جمعی کی نماز ادا کی جا رہی ہے موسیقی موسیقی سو اقیموا صفوفكم اعتدینوا سو صفوفكم وسد الخلل موسیقی 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 اشتركوا في القناة 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله اشتركوا في القناة 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 سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ امام کعبہ ڈاکٹر شیخ عبداللہ آوات فیصل مسجد میں جمعہ کا خطاب کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا اسلام امن و امان کا درس دیتا ہے اسلام اخوت اور بھائی چارے کا نام ہے جبکہ نماز جمعہ کے دائیگی کے لیے بہت سارے لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت بھی کی سلام علیکم ورحمت اللہ